قبل أربع سنوات قتل زوج إيمان الرجبي وثلاثة من أقاربه في شجار عائلية وقع أمام منزلهما في كفر عقب فهذه المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967 كجزء من القدس الشرقية تشهد فراغا أمنيا وبتسمع إطلاق النار فيها شيئا عاديا سواء خلال الاحتفالات أو الشجارات أو مجرد تجربة السلاح منطقة كفر عقب منطقة فيش فيها أمان نهائي كل حد بعمل إيش هو بخطر في باله ما فيش حدا مسيطر عليها نهائي دائما فيه سلاح دائما فيه طخ في أي وقت في أي يوم لكل المناسبات يعني إذا اللي بنجح بتخ اللي بفرح بتخ اللي بدي يتقاتل مع حدا اللي بدي يفش قلبه بتخ وتبعد كفر عقب قرابة عشرة كيلومترات شمال مركز مدينة القدس وللوصول إليها يجب اجتياز معبر عسكري وجدار خرسني إذ إن المدينة تقع قرب رام الله خلف السياج الأمنية الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ونادرا ما تدخل الشرطة الإسرائيلية إليها ولا تسمح للشرطة الفلسطينية بممارسة نشاطها فيها إلا نادرا ما يخلق الفراغا يتيح الجريمة وتهريب الأسلحة والمخدرات يعني الجدار نعم هو أحد العناصر الرئيسية والمهمة في انتشار الفلتان الأخلاقي والسلوكي والأمني في هذه المنطقة منطقة فالتة فيش عداب يحكمها لا السلطة بتحكمها ولا دولة الاحتلال بتحكمها بالتالي شريعة الأغاب هي من يحكم هذا المكان وبالتالي كحارة كل من إيده إليه كل واحد بيأخذ القانون بإيده وأقرى الوزير الإسرائيلي زئيف الكين الذي كان مسؤولا عن شؤون القدس عام 2017 بأن مسار السياج الأمني كان خطأا وجعل كفر عقب منطقة خارجة عن القانون السير متى ما دخل السائق اللي أغلبهم هنا حوالي حملات ثوية سركاء متى ما دخل من المعبر بتدخل الفوضى لأنه جوه باستجريش لا يسوى أي شيء خارجة القانون هنا فوضى بمشي بعكس السير وأزمات بشكل فضيع وسبق للسلطات الإسرائيلية أن فكرت في فصل كفر عقب عن القدس لحل المشكلة إلا أن أي مبادرة من هذا النوع قد ينظر إليها على أنها مس بحدود البلدية الإسرائيلية وقد يفتح الطريقة لتقسيم القدس الأمر الذي يعتبر خطا أحمر بالنسبة إلى الحكومات الإسرائيلية وتؤكد بلدية القدس الإسرائيلية أن كفر عقب جزء لا يتجزأ من المدينة وأنها تبذل كل ما في وسعها لتزويد سكانها بأكثر الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها ويحتاجونها ترجمة نانسي قنقر